أروح مع حضراتكم عندنا معسكر منتخب مصر الاتحاد قرر أنه يوفر طيارة خاصة لمنتخب الأول اللي هيروح إن شاء الله لمعسكره في الإمارات يخود خلال المعسكر ده ماطشين هيكون عنده مباراة أولى على ملعب هزع بن زايد يوم 12 إن شاء الله هيواجه فيها زنبيا التانية هتكون بعدها باربعة أيام على نفس الملعب يوم 16 بس هتكون في مواجهة منتخب الجزائر والماطشين دول والمعسكر كله الحقيقة في إطار أن المنتخب يستعد لبداية مشواره في تصفيات كاس العالم عندنا مباراتين 13 نوفمبر جيبوتي 20 نوفمبر سيرليون دي بداية مشوار مصر في تصفيات كاس العالم وعندنا طبعا برنامج أطول شوية أو هدف أبعد شوية هو بداية بطولة أمم إفريقيا اللي هتصرفها كوت ديفوار في بداية شهر يناير تحديدا يوم 13 يناير وتنتهي أعتقد فيه 10 فبراير أو 11 فبراير مشوار اللي بعده فبالتالي المعسكر ده هو يكون تجربة الأخيرة تقريبا تجربة الأخيرة اللي مش هيبقى عندك بعدها مساحة أنك أنت تعمل مطشات أو يبقى فيه توقفات عندك الأهلي طبعا يبقى في كاس العالم هنخش فيه دوري أبطال أفريقيا والبطوات المحلية فيمكن ده يكون أهم معسكر يشتغل فيه ميكالي على تحضير المنتخب للمطشين بتوع تصفيات كاس العالم وبعدها طبعا إن شاء الله رحلتنا لكوت ديفوار نتمنى أنها تكون للمنافسة على لقب بطولة الأمم ترجمة نانسي قنقر